اشتركوا في القناة 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 لان لو تفتكروا مع بعض انك انا غير مقصودة كان علامات نظم لكن هنا علامة رفع يبنى انا مقصودة طيب نعاربها ايه هنقول منادة مبني على الواو في محل نظم طيب حكمه هنقوله ان حكمه مبني يا معلمات لكن الاحترام يا معلماته لكن الاحترام طيب هنبص على كلمة معلمات طبعا احنا كنا واخدينها في الفيديو اللي فات اول مرة اللي فات في الجزء الاول مع النكرة غير مقصودة قلنا ان هي منصوبة بايه بالكسرة طب هنا لا هنتكلم هنا مع النكرة المقصودة هنقول منادة مبني على الضم في محل نظم لان هنا نكرة مقصودة فيكون حكمها ان هي هتكون مبنية تعالا نشوف مع بعض السؤال بيقولي ايه السؤال هنا بيقولي عين المنادة وبين حكمه فيما يلي الجملة بتقولي يا جنود انتم حماة الوطن طب يا جنود وهنلاحظ هنا لما فيش علامة التنوين بتاعت الفتح بتاعتي يعني معنى كده ان الناكرة اللي عندي هنا مضبوطة بحالة الرفع بما انها مرفوعة يبقى في الحالة دي هي نكرة مقصودة تمام وبما انه نكرة مقصودة يبقى في الحالة دي حكمه هيكون منادة مبني وبما أنها نكرة مقصودة يبقى في الحالة دي حكمه هيكون مبني يبقى المنادة جنود وحكمه مبني عندها سؤال متفوقين والسؤال بيقول أعرب المنادة وبين حكمه فيما يلي الجملة بتقولي يا لعبان أدية المباراة بكل قوة طبعاً هنا منتظرين الإجابة على هذا السؤال في الطالقات على الفيديو تعالوا بقى ننتقل للنوع الثاني من المنادة المبني وهو المنادة العلم المفرد طب يعني يا علم العلم ده ترواه بيطلق على اسم بلد أو اسم إنسان طب يعني إيه مفرد؟ مفرد يعني غير مركب كلمة واحدة غير مركب نخلي بالنا من الحتة دية يعني ما فيش بعدي كلمة تانية مركبة بيها طب زي إيه؟ زي لما أقول يا خالد لا تهمل المذاقرة يا خالد لا تهمل المذاقرة طب فين عند المنادة هنا؟ طبعاً منادة كلمة خالد طيب نوعه إيه؟ هلاقي إنه هو علم مفرد لقي إنه هو عبارة عن كلمة واحدة طب هقول إنه هو إعرابه إيه؟ هقول المنادة مبنية على الضم في محل نظم وطبعاً حكمه إنه هو مبني طب نشوف مع بعض المثال اللي بعده يا محمداني إنني أقدركما طيب أنا هلاحظ هنا المنادة عندي كلمة محمدان طب محمدان ديت يعني كاموا واحدة أنا بكلم باتنين اسمهم محمد في الحالة دي أنا أنا باتكلم عن علم في الحالة اللي أنا ما لقيه علم وهنا علم مفرد مفرد يعني كلمة واحدة مش مركب سواء تركيب مسجي أو تركيب إضافي هو كده الكلمة اللي عندي كلمة واحدة حتى لو دلت على المسنة فهيبع عندي هنا المنادة علم مفرد طب بما إنه علم مفرد حاربه إيه؟ حاربه منادة مبني على الألف في محل نظم طب حكمه مش هو مبني يبقى حكمه كده إيه؟ مبني يا خالدون لكم الشكر خالدون دي كلمة جمع بس المجموعة أشخاص اسمهم إيه؟ خالد كل واحد فيهم اسمه خالد طيب ما خالدون ديت بتدل على العلم يبقى كده علم مفرد مفرد عشان بالكلمة واحدة طيب حاربها إيه؟ حاربها منادة مبني على الواو في محل نظم طب مش أنا قلت منادة مبني يبقى حكمه مبني يا فاطمات لكنا الاحترام طيب حلاحظ هنا أنا أنا أتكلم مع مجموعة بنات اسمهم فاطمات طيب ذاكرة بالنسباني منادة علم مفرد مفرد ليه عشان برضه كلمة واحدة طيب حيبه ماله حيبه منادة مبني على الضم في محل نظم وبما أني قلت برضه منادة مبني بحكمه مبني من دلوقتي ما عدنا مع سؤال المتفوقين السؤال بيقول لي أذكر علامة بناء المنادة يا محمدون لا تحزنوا فكر كده وشوف إعراب كلمة محمدون إيه؟ ولي علامة البناء هنا إيه؟ وأنا مستنية إجابتكم في التعليقات على الفيديو تعالوا بها ننتقل لنقطة جديدة وهو النداء ما فيه قلب طب يا طرأ ما يجي أنا دي ما فيه قلب يعني إيه دي ما فيه قلب؟ يعني المعرف بقلب طب تعالوا كده ن serious مع بعض لو أنا عندي الكلمة مذقرة اللي هو فيها قلب بنضع قبلها كلمة أيها يعني بعد أدات النداء هنكتب أيها زي يا أيها الطالب أنا هنا بنادي على الطالب الطالب معرف بقلب طب الطالب ده مذكر ولا معنس مذكر يبقى هقول يا أيها الطالب أما لو كانت بقى مؤنسة لو كانت مؤنسة فهنضع بعد أدات النداء أيتها زي كلمة الطالبة هي كلمة معرفة بأل وكلمة مؤنسة بهاقول يا أيتها الطالبة اجتهدي دلوقتي معانا سؤال وإجابة طيب تعال نشوف كده السؤال بتاع بيقول إيه نادي المعلمة في جملة من إنشاء كلمة المعلمة فيها ألف ولام بدل فيها ألف ولام قطمتك كده حبتدى استخدم أيها أو أيتها والمعلمة هنا مؤنسة بقى هستخدم أيتها فهقول يا أيتها المعلمة وكمل الجملة بقى من عندك أتقني يا عملك تمام كده؟ يبقى يا أيتها المعلمة أتقني عملك دي كده الجملة لو أنت حبيت تستخدم أداة تانية يا أيتها هتضطر تشيل الألف ولام وبما أنه هو عطهولك بالألف ولام يبقى الأنسب والأحسن إن أنت تستخدم أيها وأي وأيتها طب تعالي بقى نعرف إعراب أيها وأيتها واللي بعدها كمان هيتعرب إيه أول حاجة إعراب أيها وأيتها هي جاية بعد الياء صح؟ طب الياء دي هتتعرب معي إيه؟ حرف نداء مبني على السكون لا محلة له من الإعراب بعد حرف نداء بيجي لي منادة فطبيعة الحال هيبقى عندي أي أو أي هتبقى بالنسبالي منادة مبني على الضم في محل نظب طب ليه قلت عليه منادة مبني على الضم في محل نظب؟ عشان كلمة أي أو أي دي ناكرة بس بقصد بنداءها حد معين أو شيء معين تمام؟ والقصد ده بيكسبها التعريف فزيها زي العلم المفرد فأنا هتعامل مع أي وأي على إنها ناكرة مقصودة فهيبقى منادة مبني على الضم في محل نظب طب الهاء دي ضمير؟ لا الهاء دي مش ضمير الهاء دي حرف للتنبيه بيكون مبني لا محلة له من الإعراب يبقى لما يجعرب أيها أو أياتها هقول أي أو أي منادة مبني على الضم في محل نظب والهاء ما تنسهاش حرف للتنبيه مبني لا محلة له من الإعراب أعرب ما تحته قط يا أياتها الفتاة أنت حرة طبعا عندنا هنا حطت لنا قط تحت كلمة أياتها طب تعالوا كده نشوفه أياتها بعد حرف النداء يبقى هنقول عليها منادة منادة مبنية على الضم في محل نصب طب يطرق كلمة أياتها كلها لا دي كلمة أيات طب وإلي ها إلي ها برا عن حرف فأقول عليه حرف للتنبيه مبني لا محلة له من الإعراب تعالوا مع بعضك نشوف الملاحظة اللي عندي الملاحظة بتقولني إن أنا عندي نوع المنادة أي أو أي بيكون نكرة مقصودة وحكمه البناء إحنا اتفقنا إن أي أو أي أنا بقصد بنداءها حد معين أو شيء معين ففي الحالة دي هي جاية لي نكرة والقصد ده أكسبها التعريف فهي بتعامل معاملة النكرة المقصودة فهي نوحها نكرة مقصودة طب والحكم بتاعها حتقول حكمه منادة مبني زيها زي النكرة المقصودة بالضبط لها هي نوع أصلا نوحها نكرة مقصودة عندنا سؤال المتفوقين السؤال بيقول أعرب ما تحتوي خط يا أيها الإنسان ما أنفعك هنا عندي كلمة أيها مطلوب منك إعرابها ومنتظرين الإجابة عن سؤال المتفوقين في التعليقات على الفيديو تعالوا نشوفوا إعراب الإسم الواقع بعد أيها وآياتها بيعرب إيه؟ عندنا دلوقتي الإسم الواقع بعد أيها وآياتها ليه إعرابين إذا كان الكلمة اللي بعد أيها وآياتها إذا كان مشتقن يعني إيه مشتقن؟ مشتقن يعني له أصل من الفعل يعني فيه فعل بيتخذ منه كلمة مشتق يعني مأخوذ ففي الحالة دي الإسم هيعرب نعتن لكن إذا كان ما بعد أيها أو آياتها جامدا يعني إيه جامدا يعني مش متاخد من الفعل مفيش له في الأصل فعل فهيعرب بدلا طب تعالوا نشوفه أمثلة لم أقول يا أيها المعلمون اكتهدوا كلمة المعلمون هلين المعلمون دي مشتقة من الفعل إيه من الفعل علمة طب يبقى دلوقتي هقول المعلمون يبقى هقول إن هو إيه إن هو نعت لأنه مشتق يبقى نعت مرفوع وعليمت رفعيه ألوي ولأنه جامعه مذكر سلم طب نعت لإيه نعت لكلمة إيه لكلمة أيها اللي هو المنادة طيب بص المثال اللي بعده يا أيها الرجل ماشي وممكن أكمل الجملة بأي حاجة يا أيها الرجل أقبل أو أسرع طيب كلمة الرجل هنا هو هنا كلمة الرجل وأنا مشتقاها من فعل لا أنا مشتقطهش من فعل يعني هي بالنسبة لي كلمة جامدة بما أنها كلمة جامدة لا غير مشتقا من فعل في الحالة دي هعربها بدل ويهي حتكون برضو مرفوعة فبدل مرفوعة علامة رفعيه اتضم تعالى مع بعض نشوف سؤال المتفوقين بيقولي أعرف ما تحته خط يا أيتها المرأة أنت على حق عايزة إعراب كلمة المرأة وأنا مستنية الإجابات بتاعتكم في التعليقات على الفيديو نشوف دلوقتي مع بعض نداء لفظ الجلالة الله طبعا لفظ الجلالة الله من نوع المنادة أو نوع المنادة هيكون منادة علم مفرد تمام بس لما بيجي استخدمه فيه النداء له حالتين طيب له حالتين إيه الحالتين بقى بتاع لفظ الجلالة الله أول حاجة لو أنا جي قابلي حرف النداء بتاعي مثلا زي يا في الحالة دي هلاحظ أن يا فيها ألف وكلمة الله بدأ بألف وصل هي كمان طب أنا كده مش هقدر أستغنى عن ألف وصل من الاتنين لألف الحرف ولا ألف لفظ الجلالة طب في الحالة دي عشان كلمة الله تتنطق صح من غير حسف هعمل إيه قالك هتحول ألف الوصل إلى همزة قطع يبقى تصبح الألف همزة إيه همزة قطع ولازم أحط الهمزة على الألف بتاعة كلمة الله اللي هي ألف الوصل بتاعة كلمة الله عشان تتنطق معاك وعشان تبقى أنك كتبتها صح لو ناست تكتبها تبقى أنك كتبتها لي غلط دي حالة من الحالات يعني ممكن أقول يا الله لك الحم ولازم أحط الألف عليها همزة يعني لازم أحاول الألف لهمزة قطع طيب في حالة حسف حرف النداء في الحالة دي هعوض عن حسف حرف النداء بيمين مشددة تتصل بلفز الجلالة تمام؟ يبقى في الحالة دي هعوض عنه بيمين مشددة فتصبح اللهم طيب اعرب لفز الجلالة في الحالتين هتبقى منادة مبنى على الضم في محل نظر طيب ليه عربته كده؟ لأنه منادة علم مفرد وأكيد حكمه البناء تعني نشوف مع بعض السؤال المتفوقين بيقول لي اجعل لفز الجلالة الله في أسلوب نداء حطي لي كده جملة من إنشاءة وأنا مستنية إجابتكو في التعليقات على الفيديو تعني نشوفه مع بعض ملاحظة مهمة بيقول لك يا جوز حزف حرف النداء يعني أقدر أن أنادي من غير حرف النداء طيب وهفهم إزاي هفهم من خلال سياق الجملة اللي عندي طيب هنلاقي عندنا في الكرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ قال الله وتعالى يوصف أعرض عن هذا وهنا التقدير يا يوصف وطبعا هنا لها أسباب بلاغية لحزف حرف النداء نشوف الملاحظة التانية لما أقول لك مثلا ربي أرني أنظر إليك فهنا كده ربي هي التقدير يا رب صحي كده فتحزف حرف الايه؟ حرف النداء فيجوز حزف حرف النداء قبل المنادة نشوف مع بعض السؤال المتفوقين السؤال بيقول استخرج المنادة وبين نو عادل زاكر دروسك الجملة التانية قال تعالى ربنا وياتينا ما وعتنا على رسله عين المنادة ووس كل نوع وأنا مستنية إجابتكم في تعليقات على الفيديو وبكده نكون وصلنا لآخر درسنا النهاردة إلى أن نلقاكم في درس جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا